بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم قلنا أن ساعة الصلاة هي موعد ارتقائنا في مراتب عبوديتنا في مراتب قربنا من الله منذ أن نقوم إلى الصلاة نشرع في تحية المسجد أو السنة القبلية ثم في الذكر قبل الصلاة كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن ابن السني عن أم رافع رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله دلني على عمل يأجرني الله عز وجل عليه قال يا أم رافع إذا قمت إلى الصلاة فسبح الله عشرة وهلليه عشرة واحمديه عشرة وكبليه عشرة واستغفريه عشرة فإنك إذا سبحت عشرة قال هذا لي وإذا هللت عشرة قال هذا لي وإذا حمدت عشرة قال هذا لي وإذا كبرت عشرة قال هذا لي وإذا استغفرت عشرة قال قد غفرت لك عندما نشعر أن مثل هذا التسبيح الذي لا يأخذ منا أكثر من دقائق معدودة تكون ثمرته مناجاتا بيننا وبين الله هل نتركه قبل الإقامة؟ مريد محب لله وسائر إلى الله يترك هذه الفرصة ما يتركها أبدا وإذا بدأها يستحي من الله وهو ينتظر أن تسمع أذن قلبه قول الله هذا لي فكيف يقولها بغفلة؟ بل يقولها بتمجيد وتعظيم وخشية رابعا القيام للصلاة يعني كيف نقف ونستوي مع من في الصف لندخل في الصلاة فإذا أقام المؤذن الصلاة فهذه الدعوة إلى حضرة المحبوب تعالى المحبوب أذن لنا بلقائه الآن بدأ المقيم يقيم الصلاة بدأنا نجيب معه الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فنقول كما يقول فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فهذا وقت النداء للدخول هذه هي اللحظة التي نقوم لنقف بين يدي الله العلي الكبير ونتذكر أن هذه الوقفة مرتبطة بوقفة أخرى هذه الوقفة تكون باختيارك الآن لكنها مرتبطة بوقفة أخرى لا اختيار فيها عندما تسمع أنت وجميع من في المحشر كلهم يسمعون اسمك ليقم فلان ابن فلانة للعرض على الله هذا القيام إلى الصلاة مرتبط بذلك القيام يوم القيامة الذي تقوم فيه ليخاطبك الله بغير حجاب ولا واسطة ولا ترجمان عندما ينادي هذا النداء يوم القيامة تغلب الهيبة على القلوب ثم بعد الهيبة التي تحصل يختلف حال الناس يوم القيامة لكن الذي ألف الأنس بالله في الصلاة الذي يقوم على وصف الأدب وفي قلبه شوق للقاء الله وعتاد في كل فريضة إذا قيل قد قامت الصلاة أن يقوم وهو مشتاق إلى المقابلة أترونه بعد أن تمضي عليه هذه السنوات من عمره وهو في ألف الشوق والأنس بمناجاة الله أترون أن الله يحرمه يوم القيامة من أن يؤنسه بعد أن يقف بين يديه حاشاه سبحانه فالأنس هنا يرتبط بالأنس هناك فمن ألف أن يقوم إلى الصلاة وهو في هذه الحال أكرم يوم القيامة بالأنس بعد دهشة اللقاء الأولى وهيبتها الأنس الذي من مظهره يوم القيامة أنه يسمع المنادي بعد هذه المقابلة ينادي ويقول لقد ساعد فلان ابن فلانة سعادة لا يشقى بعدها أبدا فهذا النداء مرتبط بحالنا عند قيامنا إلى الصلاة بعد ذلك يأتي الاستواء في الصف فالاستواء هنا المقصود منه تقارب القلوب وسد مداخل الشيطان فاقف على هذا النحو مستشعرا السكينة والأدب إذا كنت إماما استشعر معنى الإمامة فالإمامة هي نيابة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو الإمام لكل إمام وكن مستشعرا للأدب فيه واجعلني للمتقين إماما فلا ترى لنفسك أفضلية عليهم لا تنافس على الإمامة الإمام الراتب يقدم ولو كان أقل علما وإذا لم يحضر الإمام الراتب قدم الأتقى والأورع والأعلم ولا يتسابق الناس إلى الإمامة كان السلف الصالح يتهيبون الإمامة إلا أن يحملوا عليها وإذا كنت مأموما فاستشعر معنى الانتماء للحبيب صلى الله عليه وسلم في معنى المتابعة فإن متابعتك للإمام الذي أمامك من إخوانك إنما هو امتثال لأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نتابع الإمام فإذا قال الإمام الله أكبر فهذا انتقال من جميع ما كنا عليه قبل هذه الكلمة إلى عالم آخر وفي رفع يدينا عند قولنا الله أكبر إشارة أني ألقي ما سوى الله خلف ظهري وأني رفعت عن قلبي حجاب الغفلة وتوجهت وتوجهت إلى الله بأن يرفع عن قلبي حجاب الالتفات إلى الخلق حجاب محبة الدنيا حجاب إيثار الفاني على الباقي حجاب الخواطر الله أكبر دخلت ردني وأنا في حضرته الله أكبر من أن يحرمني لذة المناجات وأنا في حضرته وننطلق في هذه المعاني حتى نستشعر الله أكبر بكل معانيها قدر استطاعتنا يقول أهل الله إن تكبيرة الإحرام لا يستحب مطها بل يستحب للإمام أن يقصرها جمعا للقلوب وتأكيدا على الدخول إلى حضرة الله وحفظا للمأموم من أن يستبق فيقول الله أكبر قبل أن ينتهي الإمام من لفظة أكبر فيكون قد سابق الإمام فإذا قلت الله أكبر خاطبت قلبك أنك دخلت في حضرة أكبر وعندها مهما حاولت الخواطر أن تقول في قلبك فهو أكبر ولهذا جاء التعداد مرة بعد مرة بقول الله أكبر في الركوع وفي السجود وبالجلوس وبالقيام الله أكبر لا يشغلني عنه شيء ودخلت إلى حضرة الله اللهم ارزقنا الحضور معك وحققنا بحقائق الحضور بين يديك ونكمل حديثنا في لقائنا القادم إن شاء الله وحققنا بحقق الحضور